هذه واحدة ايضا من الامور المهمة في رمضان هذا العام هو مسلسل الاختيار وكأنه مسلسل الاختيار اصبح الان هو السمة التي ينتظرها او يتسم بها رمضان وينتظرها الناس خلينا اقول لحضراتكم انه مسلسل الاختيار وخليني اكون شوية بعيد عن التفاصيل واروح لهي التبعيد انا 1998 يمكن كنت بعمل كتاب وكنت بفكر وبسأل وبقول مين اللي المفروض يكتب التاريخ مين اللي المفروض يوثق الاحداث الجارية في حاجة كتير بتحصل في حياة الامم والشعوب مين بيوثقها اه في وسائق موجودة عند الجهات المعنية لكن مين يحول هذه الوتائق الى عمل او الى مطبوعة او الى عمل درامي الناس تشوفوا عشان تعرف اعتقد كانت سؤال بلا اجابة حتى وقت قريب بمسلسل الاختيار وبعض المسلسلات الاخرى المرتبطة ذات صلة بتوثق لمرحلة مهمة من تاريخ هذه الامة مرحلة من 2014 2011 حتى هذه اللحظة اللي بنعيشها اعتقد انه بمثابة تفويت الفرصة على عبث العابتين في التاريخ واروح بسرعة وافكركم بان قراش باشا الله يرحمه هذا الرجل اللي اغتلوه الاخوان بعد ما كشف الاعبهم في قصة السيارة الجيب في سنة 65 واعتقد انه سنة 49 اعتقد انه قراش باشا اللي كشف كنزيل الداخلية كشف الاعبهم واكتشف كل الوثائق اللي بتؤكد ان هذا تنظيم مسلح فاتخذ القرار بانه حل هذه الجماعة اعتقد في شهر نوفمبر سنة 48 او 49 بعدها ما كملش شهر تم اغتياله اغتلوه سنة 49 بالتالي ان قراش باشا دلوقتي في مفهوم الاخوان انه كان راجل فتح النيل على طلاب الاخوان واغرقهم والرصاص الى اخيرة حولوا الضحية الى جاني وحولوا الراجل المخلص الوطني الى رجل قاتل ورجل زنديق الى اخيرة العبد في التاريخ دي هواية اخوانية تزوير التاريخ دي هواية اخوانية والاكاذيب بيغلفوها بغلاف اللي تغلب به العب به ده حصل قبل كده ولقى نجاح كبير جدا عندهم لكن هذه المرة هذه المرة واحنا موجودين اعتقد انه اللي ذهنه تفتق على انه اوثق اللحظة الراهنة واحنا لسه الامور لا يمكن حد ينكرها عندي وقائع موثقة بالصوت وبالصورة لاعمال وجرائم اخوانية كانت موجودة على رؤوس الاشهاد في البعض بيحاول يشوش والبعض بيحاول يشوه والبعض بيحاول ينكر ما هو معلوم بحق امام الناس جاء المسلسل بكل تفاصيله ليمثل دراما توثيقية ده دراما توثيقية حقيقية جزء الخيال فيها يكيد يكون قليل جدا او منعاد ما فيهاش خيال فيها واقع لانه واقع هؤلاء مع الدولة فاق الخيال فرصد ما جارة وتصوير ما جارة طلع الينا في صورة عمل درامي رائع كل الاسرة العربية بتلتف حوله مسلسل اختيار بيعكس مرحلة دقيقة في فصوله الاولى والتانية والسنادي الجولة الثالثة من الاختيار واعتقد تابعته الحلقة الاولى امس وشوفت فيها ترسيخ حقيقي رسم صورة حقيقية لكل ما جارة بالكلمة بالهمسة بالاماء بالنظرة ليؤكد اننا بالفعل كنا امام فصيل وتنظيم شيطاني من الدرجة الاولى كل ما جارة بيعكس ما كنا نقوله لكن ربما لقطة درامية في المسلسل بتوفر علينا كثير من الكلمات